لا يتوقف شبح حم الضنك عن فتك المدنيين في شبوه يقول الأطباء إن الوباء متفش في المحافظة وإن توفر العوامل المساعدة كفيل بانتشاره وتزايد ضحايا يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ المصابين بحم الضنك الذي أصبح داء مستفحلا في بيحان جراء الحصار الحوثي المفروض على المدينة دب الهلع والخوف لدى عشرات الأسر جراء تفشي الوباء إذ وصل معدل الوفية فيها إلى عشر حالات بحسب مصادر في السلطة المحلية فيما بلغت حالات الإصابة نحو 980 حالة أعداد الوفيات والمصابين غير ثابتة وقابلة للارتفاع بينما تطالب المؤسسات الطبية بدعم المستشفيات والمراكز الصحية سواء بتوفير العلاج أو القضاء على العوامل المسببة حالات متعددة تكتب بها أقسام المستشفيات استطاعت الوصول بحثا عن العلاج فيما بعض الحالات لم تستطع الوصول بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وشح الإمكانيات حتى سيارات الرش لم تعد حاضرة في مكافحة الوباء بسبب غياب سلطة المحلية فمنذ دخول الحوثيين إلى شبوة تغيرت معالم المدينة وسط انقطاع الكهرباء وانتشار المخلفات وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف غياب المنظمات الدولية الإغاثية والدعم الرسمي أدى إلى إغلاق بعض المراكز الطبية لغرف العناية المركزة جراء انقطاع المشتقات النفطية وعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والمختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات إدارة مستشفى بيحان العام أطلقت نداء استغاثة لجميع المسؤولين ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ المدنيين من حمى الضنك كما وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الصحة بسرعة تشكيل فرق صحية مهمتها محاصرة حمى الضنك بتجهيز مستشفيات مديرية بيحان وعسيلان بالمعدات الضرورية في أسرع وقت لكن هذه التوجيهات لم تنفذ حتى الآن ولا تبدو وزارة الصحة عابئة بما يتعرض له المدنيون الغارقون في مستنقع المرض والأوبئة وتبدو شبوك غيرها من المحافظات مقبلة على كارثة بيئية وصحية اشتركوا في القناة